تزمن عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة بعد عطلة ربيع أين سيكون شهر أفريل الفيصل لاستدراك سبيع دروس المتأخرة هل الفصل الثالث كاف لاستدراك دروس ما هي المنهجية والبرنامج جديد سيعتمده لستدة لدون حشو للدروس خصوصاً وأن نهاية شهر أفريل ستكون خاصة للامتحانات البيضاء تحضيراً للامتحانات الرسمية وعن الموضوع سعد باستضافة سيد عبد الحكيم زيتوني مستشار مدير الديوان الوطني الامتحانات والمسابقات ومستشار تربوي سابقاً أهلاً بك أستاذ سيد زيتوني الشهر فقط شهر أفريل ربما هو الفيصل لستدراك الدروس هل ربما وضعت استراتيجية لاستكمال المقرر الدراسي دون حشو للدروس نعم في الحقيقة لأن كل الوزراء تعمل المفتشين رهم في الميدان يعملون على الأستدار والمديرين كذلك والأستدار نفسهم يعني عالمين بهذه الوضعية ويكون في علمكم بلي كاين مشيقة على الأستدار متأخرين أو كاين بعض الأستدار داخلين في الإضراب وكاين بعض لم يضربين يعني كاين إضراب ما وش مئة في المئة ولكن خمسين في المئة كاين بعض الحالات الخاصة مثل تأخر في الإضطرابات الجوية هذه بسبب الإضطراب الجوية بسبب الإضراب يعني هذه حالات خاصة رهم يتابعوا فيهم المفتشين ونحن على دراية بهم وعندي اتصالات مع بعض الزمالة رهم يعني ما شاء الله يعني بالحديث على هذه النقطة يعني تم فتح في الأسبوع الأول من عطلة رباية فتح مقاعدة دراسة من أجل استدارك دروس يعني كانت هناك خمس أسابيع تأخر في بعض المدارس وبعض الإكماليات أو الثانويات يعني إلى أي مدى تم تقدم في الدروس لا الحمد لله كان بعض الثانويات والمؤسسات سواء المتوسطات للمشاة الابتدائية ولكن خاصة الناس اللي عندهم انتحانات مثل السنة النهائية تعالي الباكالوريا والسنة الرابعة متوسط وشاهد تعليم متوسط شاهد تعليم ابتدائي إذن هادو المعنيين لأنه يمكن الإنسان يكون سنة أولى والتانية يعني ما متأخر ما ماشي إشكالية بالصح ولكن في الامتحان تعالي الباكالوريا ما لازم يش تأخر أو الرابعة أو الابتدائي الخميسة إذن هادو خاصة المتابعة كانت على متابعة في الأساتذين عندهم أقسام نهائية قلنا في المتوسط أو في اللاف يعني إذن بازي إذن بازي الإنسpectور إذن بازي على هادو الأساتذين اللي عندهم أقسام نهائية ويزيت كوني بالمكم اللي أقسام نهائية كان ينام يدرو دروس كان ينام يدرو دروس خصوصية كان ينام يتابع مع أساتذين وحد أخرين كان إلى آخرين خاصة إذن المؤسسات خضعت بجدية هذا الأمر مع متابعة المتوسط يعني الحمد لله نورمالما دي سيلو دي ماي هكذا يتكون قاعد أمور ثبت يعني والدوان دوان الوطني لامتحانات وسبقات رأي يتابع أو يتابع في المؤسسات ونوصل موش يعني دروس تجي هكذا كبار كان كان متابعة كان إطارات رأي تابعة كان مبتشناهم في الميدان يخبروا الديوان يخبروا الوزارة بالمعطيات والوزارة والدوان ياخدوا كل المعطيات فيما يخص موضعتها الباكالورية أو موضعتها الرابعة متوسط أو الشهاد التعليم الابتدائي نعم المعروف أن الفصل الثالث يعني فصل هو ضيق نوعا ما يعني هل هو هل الأستيدة قادرين هم يكملوا المقرر الدراسي أم ربما سنشهد عتبة غير مباشرة لا لا هذه عتبة غير مباشرة غير نحوها بالقطع لأن ما كانش عتبة كان دروس كنا الفصل الثالث ضيق ولكن حتى البرنامج ضيق ثاني وحدات ما فينش بزيق الفصل الأول الفصل الأول مقارنة بالمدارس لماذا زمن اللي عندهم ربما تأخر بأسابيع في المقرر الدراسي لا لا هي مقارنة يعني كنا كان بعض المدارس كان مع تنويات متأخرين داروا في العطلة هذه تاع الإجازة الأسبوع الأول داروه دروس كان يراجعوا كان يدارهم وراجعة كان إلا بعض يعني هناك تقدم في الدروس كين هناك هناك تقدم أنا نعرف زرت بنية علاء وهذك الجوية كين بعض المؤسسات في الجبال قاستم هذه التولوج وقاستم داروا عطلها داروا يعني مدار مؤسسة خذوا بأعتبار هذا التأخر وخافوا وداروا في العطلة الأولى الأسبوع الأول داروا كدروس كتدعمية كراتراباش كما نقول والأساتذة قلنا البرنامج امتصاص موش امتصاص دروس كين بعض دروس وعدد دروس غير مهمة يعني ما يطلبش إنسان يطول فيهم كين بعض دروس أخرى يلازم إنسان تحكي ولكن تختل ما بين أستاذ إلى آخر يعني كين أساتذة ذو كفاءة يعرف كيف الشي يصير وكين الأساتذة الجدد هذو هما اللي رأم الجدد فقط اللي عندهم أقسم نهائية وقليل جدا ماهوش نسر لو نتحدث ربما على الإجراءات البكالوريا لهذه السنة هل هناك إجراءات جديدة نعم هناك إجراءات والديوان الوطني والإطارات تعمدير الديوان وإطارات وخذو كل تدابير اللازمة وفقا للمشاكل المأخوذة من السنة الماضية خاصة خاصة في ما يخص المواضيع البكالوري اللي هي درق كل ولاية عندها مركز واحد لا يستقبال ماهوش 8 مراكز ولكن ما كانت السنة والسابقة 8 مراكز لا يستقبال مواضيع البكالورية والمبيت فيها لا الآن كل ولاية عندها مركز واحد وعلى مدير التربية وعلى الأمور ذاتها الآن أن يخذوا كل تدابير ديوان الوطني راه كل اخذاء الأمور بجدية اخذاء أمور بكل ما يلزم ولكن على كل الناس يأخذوا كل مسؤوليات فيما يخص هذا لكي لا نشهد ربما سيناريو آخر فيما يخص كما شهدنا في السنة الماضية ربما تسيبات بعض المواضيع هل تم وضع ربما في مراكز الامتحانات كاميرات مراقبة نعم الديوان الوطني راه تتابع قلنا في كل ولاية كان مركز تقبل فيه كاميرات فيه لزاباري أنتيشان فيه فيه تدابير كان توجيهات يعني خداها مدير الديوان إلى كل مديريات التربية وخاصة مدير التربية هو الذي يقوم بهذه الإجراءات فيه كل راه يدرك حاليا راه يتوجد كل مراكز هذه ومتابعة من طرف لجنة أمنية ولجنة من طرف الديوان ودير الديوان أرسلت إلى كل مراكز خاصة في المراكز الغير معروف هذه أولا ثانيا الطبع الطبع راه يقوم يعني فيه تدابير يعني عادية المستوى فيما يخص كل شيء يعني كاميرا لزاباري بحضور لجنة أمنية هي اللي تقوم بهذه النصائح اللي يتمدهم اللذي باش ميكوش أي سلم يعني ليطمئن الجميع أن العرس إن شاء الله عرس البكالورية هذا راه قايمين عليه إطارات ذو كفاءة أن نقول ديوان الوطنية من ذكري المدير والإطارات تعورا هم قايمين ليل ونهار يعني هم قايمين ليكون إن شاء الله بإذن الله لا تتكرر أي من هذا القبيل ولكن ولكن عالم جميع تحمل مسؤولية هذا العرس يعني ما وش ديوان أو الوزارة تقوم لا مديرية التربية رؤسة مركز الإجراء حراس إلى أخر كان بعض المؤطيات فيما يخص الآخر قلنا هنا هناك الديوان الوطني خاصة 70 مركز صحيح 18 مركز تجميع 2600 مركز إجراء كنا 3000 شخص خاص بالبكالورية وكنا بقريبا 6000 شخص كل ما تنسوش بالديوان ما عندوش هذا البكالورية عندو المسابقات كل امتحانة خاصة بوزارة تربية خاص ويقوم هذا السيزيان يعني السنة الماضية ربما البعض أعاب على وزارة التربية عدم إدراج أو إنجاز مواضيع على الهامش يعني في حال خروج موضوع تكون هناك مواضيع منجزة إضافة نعم هذا الاختراع هذه المرة خداء ديوان كي امتلت مواضيع على الأقل مغلفين بريبون مانيتيك يعني ما كانش اللي طلع عليهم دركيا يعني ما كان أمور ما يجهلوها الناس ما يقدروا يساين دهي شونا أمام هذا ما كانش هذه الغلاف مخيط لا هذا الآن خداء كل مركز إجراء عنده ريزوغراف كل مركز إجراء عنده ريزوغراف إذا كان في حالة مئذاء وهذا مستبعد أي شيك في هذا كان المدير الدوان عندنا تلت مواضيع بألوان مختلفة ما يعرش كل لون اللي راحتها حتى يمد هو مدير الدوان طاقم المتابع من يعني كما نقول الخلية المتابعة هذه هذه اللي تقوم بلا ديسيزيون ده أنكا رانا قال أنكا هذه مستبعد كثير ولكن أخذت في حالة ما إذا أي تساء أخذت كل احتياطات ماذا يجب أن نفعل ولكن نجلة تكون هناك ربما دورة ثانية كما جدنا في السنة الماضية إن شاء الله ما تكون دورة ثانية ولا ستكون دورة واحدة ولكن الترويجات خلينا من أمنوش ذلك ها وخرج سجي وما خرج قاع ها وكذا ها وكذا هذه ستكون هذه بالطبع سيكون تأويلات سورة الفايسبوك هذا رديل حال هذا التواصل الاجتماعي ها وخرج ها وكذا إذن نطلب من المترشحين عدم اكتراف ربما إذا حبيت يا أخي جوز الباك أنا أستروح تسمعها هذه أنا أعدي باكالوريا ما نسمع ما يقين ما قال إذا حبيت جوز الباك صافي وتكون موجدل وحقيقة ولكن على التناميل المترشحين نصيحة إن أمور كثيرة دبرت للغش حداري أنا نقوله الهاتف النقال ما إذا كان ضبط لديك وهو طافي إذن حالة غش زيادة نعني ذلك الحالات الغش كثيرة كانت تكتشف في مركز إجراء وكانت تكتشف مركز صحيح لأنك تكوبي أنت تقول خلاص أنا كوبي ترح لا في مركز صحيح كانت تطابق الأوراق رح يكتشف المسحح ويثبتها المسححين أكيد سنتحدث على هذه الإجراءات في مواعب هذه الموادع سنتحدث عليها إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله ولكن ننصح أن يهي ويدير ولكن أنا نعطيكم حاجة بالديوان الوطني لامتحانات بسفة تحت وسائط الوزارة رهم قايمين بدور إن شاء الله تكون العرس إن شاء الله جيد ويجوز إن شاء الله وبفضل الإعلام ثاني الإعلام ثاني أكيد شكرا لك سيد الحاكم زيتوني شكرا لزيلا لك